السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين ايه يا احلى اخوات في الدنيا يا رب تكونوا بخير وسحة وساعد فيديو النهاردة يا حبابي مميز جدا باذن الله نعمل مع بعض كعب الغزال بالملبن والعجو الارايش يا حبابي المحشية ملبن وعجو المنين يا حبابي المحشي بتاع الافران ان شاء الله نعمل كعب الغزال احلى من اللي بتجي من الفرن ان شاء الله بمقدير كلها متوفرة في البيت وباذن الله ندف في البيت ونفرح الاولاد ونعمل كعب الغزال محشي ملبن وعجو ان شاء الله احلى يا رقيش محشية الاحلى اخوات في الدنيا مقديرهم يا حبابي النهاردة معايا كيلو دقيق لكل كيلو دقيق كبايتين اللي ربع سمنة وربع زيت ومعايا معلقة كبيرة خميرة عليها تلت معلقة سكر كبار ومعايا ربع مية دافي ومعايا كباية لبن دافي مقدير كيلو يا حبابي كبايتين اللي ربع سمنة وربع زيت ربع الزيت دا ليه بيخليها نشفة ومقرمشة ان شاء الله يا حب تطلع زي الفل يبقى كبايتين اللي ربع سمنة وربع زيت معلقة كبيرة خميرة تلت معلقة كبار سكر ربع مية دافي كباية لبن معايا زر تملح كده يا حبابي مقدير الكيلو انا هعمل معاكم النهاردة خمسة كيلو ده هضيف لهم مقديرهم ان شاء الله بألف هنا وبألف صحة هياخدوا معايا النهاردة عشر كبيات سمنة تمانية سمنة وكبايتين زيت تطلع معايا القرائش بتاعتي نشفة ومقرمشة وجميل وما تباش برضو يعني الدوابان الزيادة عن اللزوم وما تباش نشفة انك ترميها في الحتة وترد عليك لا يا حبيب تعملي احلى حاجة ان شاء الله انا نزلت بالمقدير بتاعتي هبس السمنة بالدقيق تبسها حلو تغلغل الدقيق في السمنة كده زي ما احنا متعودين كده بيبا متغلغل كده وجميل تطلع معاك الحاجة ممتازة بألف هنا وبألف صحة يا ربي حاجة ان شاء الله احلى ارقيش محشية النهاردة تطلع من تحت ايديك يا حبيبتي باذن الله ماشي بالخطوات واحدة واحدة معايا كده انا ماشي يالكو بالراحة خالص اهو ونعمل الخطوات بتاعتنا بالراحة ان شاء الله يطلعوا معانا لقريش زي الفل انا كده بسيت الدقيق بالسمنة بتاعت شفت العجينة عاملة ازاي هوريها لكو في ايدي برضو دلوقتي هتلاقها زي الملبن وحنا لسه ما حطناش عليها اي سوايل شفت حبيبتي اهي هوريها لك جميلة بسم الله ما شاء الله هننزل بالسوايل بقى هتشرب السوايل بتاعتها معانا لحد ما تلاقي العجينة معاك تعرفي تشكل ايه ما تباش خشنة مفتحة منك هنزل بالخاميره الاول انا مدوابها كده ومتفاعلة معايا في السكر والمية الدفعة هنزل بها حبيبتي هي الاولة على العجين وبعد كده هنزل بمقادرة السوايل اللي معايا بقى تدريجي يعني حبة بحبة كل شوية كل شوية لف عجنتك حلو لفتليتها بيدك حلو ونزلت بقيت السوايل حبة بحبة كده تبص تلاقي العجينة متماسكة معاك ومش مفتحة اول ما تلاقي العجينة بتاحتك مش مفتحة ليه هي فاسة منتها يعني دي عجينة دايبة اول ما تلاقيها مش مفتحة معاك كده ولما وتبرميها على ايدك كده لما حلو خلاص يبع عجنتك كده زي الفل تغدع ذلك وتروحي عند الفرن بقى فرنك في المطبخ يبقى انت هتزبط الفرن بتاعك على مية وتمانين الفرن الكهرباء على مية وتمانين يا حبيب او فرن البتجاز مية وتمانين برض ماشي الفرن اللي فوق بقى احنا بنزبطه بمعيار كده بعنينا لعالي ولوط يعني هدي خالص عشان ده كلها سمنة فلازما السمنة دي تستوي براحتها خالص خالص احنا طلعنا فوق يا حبيبة هنشكل بقى العجينة اللي معان بأسهل طريق التشكيل ان شاء الله تطلع معاك زي الفل انا زبطت العجوة بتاعتي بسمنة وزب ومعلقتين اتنين سمنة بلدي وحبت سمسي مشكلتها هزبطها بقى وهشكلها يعني عجنتها بسمنة بسمنة وشوية سمسي كده حبيبي اتزبطت في ايدي كده تفروميها في ايدي كده تبقى جاملة متحطاش على النار عشان العجوة متحطة على النار بتمرر ماشي بتبقى مرة كده ونشفة بتبقى نشفة كده في العجينة واتبقاش حلو انت بتجيبها من عند العطار بتزبطيها بايدك دعكا بيدك سخنية ايدك كده بتخلات في الكيمعات معلقتين سمنة سيحن بلدي وحبت سمسي انا حطتها على كيس مشمع كيس تحت وكيس فوق وفردتها في قلب الكسلة اتنين هتشوف دلوقت انا فردتها في قلب الكسلة وجبت حتة العجينة هسويها يعني هبطتها على قد ما انا عامل حتة العجوة ماشي يا حبيبي لو انا بططت العجين الاول هعمل قدها بالزبط العجوة برضا كده بقى يا حبيبي وبططت العجينة هوا فردتها وهشيل الكيس اللي على الوش والكيس التاني بقى هشيله حطه على العجينة بحال بصوا بقى بسم الله ماشاء الله ميت حاج يقول لي يا تيتا اعمل معك ربنا يخلكوا حبيبي وخلوا احفادكم وخلوا احبابكم يا رب كده يا حبيبي بص الكيس بيطلع بسهولة ازاي بسم الله ماشاء الله والحيطة العجوة نازلة مفروضة على قد العجينة بحال تقوم معاك ايه تبروم انت بقى وتشتغلي في البرم شفت انا بجيب بقى برم برم كده ببرم نص العجينة دي وقصة واخدها بقى اشتغل فيه والنص التاني ابرمه برضو اشتغل فيه ازاي ما انتوا شايفين برمطاه ابرمي حال هي في البداية كده تبرميها صح عشان تطلع معاك الفتلة كويس وبعد كده اخدها زبطها بقى واشتغل فيه اهي حبيبة قلب اهي افلي بقى البوز يمسك اللبواس كده مكان القطع بتاع السكينة دي بتروح يقفلها العجينة على العجينة كده عشان العجينة وما تباش طالعها بره وخليها شكل القرصة كده او شكل الكعب الغزال مش حلو او شكل الارقوشة بتاعتك مش حلو ابرميها بقى حلو افلتها من هنا ومن هنا ومكان القطع وهبرم بقى وخلي مكان القطع دي تحت اهو برمطها جميلة بسم الله ماشا الله العجينة ماشية معاك زي الفل بسم الله ماشاء الله العجينة ما بتبقى انت زبطها زي ما انا بقول untoك في كل فيديو مغبوزات ليه اهم حاجة شغلك في العجينة من البداية اخدمي العجينة حل بقولك اخدمي العجينة حل وتطلع معاك احلى حاجة انت بتعملها باذن الله كده حيبت برمطها بططها كده يعني خليها مثلا اه قانون مسلا سنطية او نص سنطية بقى ايه بقى تبقى سنطي اتنين سنطي. ماشي يا حبيبي. ابرميها بقى وقطعي. شوف احط السمسم. انا كده بعد ما بقى برمتها وسدتها من فوق ومن تحت. هخلص بقى بططها. هجيبها بططها ايه يعني عبر نص سنطي كده. يعني الارقوشة بنص سنطي كده او ازيت شوية. بعد كده بقى هجيب السمسم بتاعي انا عم مزبطها وحط عليه معلقتين اه مي او لبن او عندك عصل اصمر اخلطي بعصل اصمر. وبعد كده بقى يا تبرمي العجينة فيه. بعد ما تبطتها تحطي على وشه كده. وقطحتها بالسكينة بقى. القطع برضو كده بحاجة بسيطة كده يعني. برضو نص سنطي او سنطي. عرضها كده يعني متعرضيهاش جامل. اه بسم الله ما شاء الله بقى الفهنة وماشية معاك زي الفق احلى شوية ارقيش. تعملون في بيتك يا حبيبي. الكلو ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما كيلو ايه? يطلع لك تلاتة كيلو ارقيش او اتنين كيلو او تلاتة الربع. انا ما وزنتش بس هيها بتطلع كمية كويسة جدا يعني. مشوفي دلوقتي بقى كيلو الارقيش في الفرن بكاه. فما علش يعني انت في بيتك حاجتك مضمونة عارفة انت عاملة بسمنا بلدي. سمنة مخلط. سمنة عادية. ما شاء الله تطلع حاجتك زي الفق شفت العجينة عاملة ازاي? والقرس عاملة ازاي? والقرس عاملة ازاي? بالفة انا يا حبيبتي كده اتشجعي واتنشطي وقومي كده يعملي احلى حاجات لأولادك. واللي دخل واللي وصل معي لحد كده في الفيديو حبابي ما ينسنش بقى باللايك والشير والكومنت. الايجابي الجميل من حبابي واخواتي اغلى اغلى الغليين على قلبي. ربنا يديكم الصح يا رب العالمين. داخل مصر وخارج مصر حبابي. ومن حيرمشي منكو ابدو. كده انا جبت بقى هشتغل في المالبن. انا المراضي فاردت العجينة الاول وهنزل عليها بالمالبن. او المالبن بقى على قد ما انت هتفردي مثلا انت قطعت حتة صغيرة. فاردتيها نزلي بها على القرصة بتحتك او العجينة بتحتك اللي هيفض من غير المالبن. مالبن اسقصي وشيلي عادي جدا ما انت جدي اسا بتشكلي. يعني مش هتفرق معاك. ماشي انت كده بالشك انا هشلكو بس الحتة اللي معالهاش مالبن. اهي. وبقتها هلفها عادي خالص. وماشاء الله زي اسهل طريقة انك تعملش شوية القيش وانت مرتاحة. ابرومي كده في البداية. ابرومي ابرومي بالراحة كده. وبعد كده ابروميها في ثانية. احلى شوية كعب غزالك بصراحة. ماشاء الله بسم الله. ماشاء الله كل اللي حواليك يقولك تسلم ايديك. حبيبتي حبيبتي الغلية. ماشاء الله اهي. بسم الله برضو افالي افالي كده. زي ما احنا افالنا في العجوة هنقفل اكتر في الملبن عشان الملبن بيسيح يا حبيبي. ممكن يخرج بقى ويلزق في الثانية ينحرق. فاحنا ليه? نقفل كويس من الحرف ده والحرف ده. ونقفل مكان ما احنا قطعي. وانا برضو هو اتبططها بايدي بالراحة كده. وهنزل عليها بالسمسم وهه قطحة ورصة. انا ان الكمية بتحتي يا حبيبي برصد في الصواني. وعلى اللحدة الطول دي. بعد كده بقى بولح فرنة. على ما كون قطع خلصت تقطيع بتكون هي بسم الله ما شاء الله رفعت معي وزي الفل. انا كده بقطع برضو هو. عندك قطع قطعي. عندك سكينة قطعي. اي حاجة عندك يا حبابي. ودايما كده وانت شغالة صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. كل حاجة في ايديك تطلع صح. اسكر الله دايما. خلي دايما لسانك عطر بذكر الله وبذكر الرحمن. بصي يخلي كل حاجة عندنا فاها بركة وفاها خير. ويوسع علينا ما شاء الله. وكده شوف اللي شوفي حبيبي. دول احفادي حواليا رايحين جاين حواليا كده فرحانين. اه نعمل معاك يا تيتا ادي لهم حيك تعايينة يلعبوا فيها. اه فرحيهم. كده يعني العيل بيفرح. بجد العيل بيفرح والله يزيكوا اكتر. ما بتكون يبتعمل حاجة زي دي وبتدي العيل حاجة يلعب بيها. مش يعني قطع صغلنا كده بيقعد يشكل فقط طول ما انت ايه بوريكو حجماهو. ما شاء الله جميلة يعني. بوريكو حجماه كده بقولك يعني ايه اعتبر صنطي بعد ما انبرمت وتبططت ونحط على السمسم بقى اهي. بعد ما رفعت كده حبيبي بدخلها دخلها الفرن بقى. انا كده لسه بدخل كده رفعت بالسمسم بتاعها تلحاجة اهي. وولعت الفرن ازاي? يعني ولعت الفرن هادية جدا جدا هتسويها معاك تطلع مقرماشة كده. ومستوية حلو مش عجينة من قلبها. تطلع ناشفة من بره ومن بره ومن فوق ومن تحت. ومن جوة كده عشان الحشوة اللي فقى اه اه دايبة ومطرية وجميلة كده. مش محاسم الله. لأ. ما شاء الله ما شاء الله طلعوا حب تقرأيش. كعب غزال بالف هنا وبالف صح. بكل حاجة متوفرة في البيت وماخدتش منينا حاجة. انتي بتقطعي براحتك وبتشكلي براحتك بتسيبها ترفع. ما شاء الله شفت التسوية. تسوية هتلاقاها جميلة. بسم الله. ما شاء الله من فوق ومن تحت مقلية. زي العسل. واخدى اللون الدهب الجميل من فوق. واللون الجميل من تحت. ما شاء الله هاورها لكم برضو من تحت. هتلاقاها جميلة جميلة. بقى هاي. بسم الله ما شاء الله. لون هتحفى من فوق ومن تحت. بقى الف هنا. ويا رب يا حبابي تطلع معكو احلى من كده كمان. يا ربي يحسن ما بين ايدي وما شفت الملبن. شفت الملبن طالع كعب غزال جميل. احلى شوية ارقش دلو ولا ايه محمد. بالفة هنا وبالفة صحة. يا اغلى اخوات في الدني. يا اغلى حباب على قلب. يا ربنا يبارك فيك وودك الصحة والعافية. كده بقى اللي وصل معايا برضو لحد هنا. انا كل شوية بفكركم. عشان انا عارفة ان اخواتي وحبايبي بينسوا يحطولي اللايك او الاعجاب وبينسوا اكتوي لي كومنت. واللي مش مشترك في القناة يا حبابي بتفرجها لا مش مشترك في القناة. مش هتخسر حاجة او هتخسر حاجة لما تدوس على كلمة الاشتراك. وتدوس على الجرس وتفعلك كلمة الكل. عشان يوصلك مني كل جديد. هقدم ان شاء الله يوصل لاخواتي وحبايبي في داخل مصر وخارج مصر. ربنا يا رب اديكم الصحة وديكم احلى اخوات في الدين. احلى ارقيش احلى كعب غزال احلى منين بلدي. ما شاء الله بقى الفة هنا وبقى في الصحة والتسوية ممتازة. بسم الله ما شاء الله لما بلقاها بقى من تحت بقت كويسة جدا. والناشفة وحلوة كده بروح مديالها شمعة بسيطة فوقها. بسم الله ما شاء الله يا حبايبي يا رب تحسن ما بين ايديكم. يا رب يبركليكم في حالكم وملكوا واولادكم يبركلي في اولاد. بص اللي بتاعها مقالية من تحت. ارقيش يا حبابي مقالية من تحت ومن فوق ازاي. شفت يا حبيب كعب الغزال اللي بالعجوة جميلة ازاي وشكلها تحفة ازاي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله لونها تحفة من فوق ومن تحت. ونشفة وجميلة كده دايبة. واتلاقيها نشفة من برة. ومن جوة طرية كده وهشة وتحفة. ما شاء الله يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. وبنا يحسن ما بين ايديكم ويحسن ما بين ايدي. احلى شوية ارقيش دول والليه ومحب. بألفة هنال احلى اخوات في الدنيا. داخل مصر وخارج مصر. حبيبي منوريني ومشرفيني ورفعين راسي. ربنا ادك الصحة والعافية يا رب العالمين يا حبيبي. كده اللي وصل بقى معايا لحد هنا الكومنت يا حبيبي. دوس لايك. دوسي لايك. اد حط لايك كده خلي الفيديو ينعرف كده وينشاف. خلي اختكم انشاف كده في وسط حبيبكم. يا اغلى اخوات في الدنيا. يا اغلى اخوات في الدنيا. ربنا يصلح ما بين ايدي و ايدكو يا رب العالمين والله بجد طالعين شوية ارقش تحفة بسم الله ما شاء الله وعمل له كمية جميلة كمية كده حطها كده تكفيني فترة كبيرة في البيت يعني نفطر منها الصبح الاولاد كل ما واحد عايز واحد ياخد حبيب رضيتهم بسم الله ما شاء الله شوية ارقش زي العسل رضي حبيبك رضي بناتك واحل ارقش لأحل اخوات في الدين بألف هنا وبألف صحة وبألف عافية على قلبكو يا رب لو بمعلومة بسيطة قد كده تاخدوها من اختوكو حبيبتكو وتدعو لها دعوة كويس واشوفكو على خير وصحة وسلامة يا اغلاء اخوات في الدين يا بحق